أما الحين لنا وقفة في محطة حوارية يديدة مع الدكتور خلدون عبد الرحمن لحمود استشاري باطنية وأمراض قلب الكبار واستشاري فشل القلب ورئيس وحدة فشل القلب المتقدم وزراعة القلب بمركز سلمان الدبوس لأمراض القلب في مستشفى العدان حياك الله دكتور ويانا حياكم الله شكرا على الاستضافة حياك الله دكتور عندنا كلام كثير لكن بداية نريد أن نتكلم عن هذه المبادرة الجميلة التي قمت فيها وهي مبادرة التطبيب عن بعد نأخذ نبذة تعريفية عن هذه المبادرة التطبيب عن بعد ما يعرف بالتليميدسين ما هو اختراع جديد أول ما بدأ تاريخيا من نهاية الأربعينات عن طريق التليفون في الستينات كانت البث التلفزيوني في التسعينات مع دخول الانترنت أصبح في إيميل وفي رسائل وفي صور توصل أصبح مقابلات وزادت مع تطور التكنولوجيا فكلمة التطبيب عن بعد هو التشخيص والعلاج باستخدام وسائل التواصل التكنولوجيا الحديثة هذا باختصار موجود في العالم كله وخصوصا في البلدان اللي فيها مسافات بعيدة والمريض عنده يعاني شقائش يعاني مشاق بالنسبة له يروح من مدينة يمكن سفر عشان يروح لمركز يقدرون يتقابلون مع المريض من وقت لوقت بالرسبة للكويت ما كانت هذه واردة لأن البلد صغير والواحد يقدر إليه أي وقت للعيادة سعي ولكن الآن فرضت نفسها ومتالك أنا لم أخطرات شديد ولا جبت شيء ما هو موجود المختلف في هذا الأمر هو كيفية تطبيقه لأنه ممكن تتحول إلى فوضى مجرد أني عندي تليفون وعندي جهاز مريض يتصرفيني وكل مريض يتصرفيني من جهة وتتحول إلى فوضى لا نحن نتكلم عن هذا عبارة عن عيادة حقيقية بمتابعة بمواعيد مريض ينتظر فيها تفاهم وعقد بينه وفيها دور وفيها عقد بينه بين الطبيب وإني أنا أقعد معاك وإني أشوفك وملفك جدامي وأراجع فحوصاتك وأراجع تحاليلك وأنت لك دور أنا ما أقدر أقص ضغطك بالبيت أنت تقص لي ضغطك وقص لي نبضك أقول لي إياهم أنا أسجلهم وأشوف أدويتك الزيارة اللي فاتت أنا قايل لك نبي زدنا لك الجرع عشون حاسب أوكي خنغير لك هذا الوصفة يحتاج وصفة طبعا في نهاية الزيارة نرسل للوصفات بالتلفونة نرسل للطلق التحالي المالتع إذا خلصتها لك تزلياهم أشوفهم وفي نهايتها نرسل للرسالة بكل اللي قلنا اليوم عشان يعرف ترقلنا لك الجرعاء هذه صارت أربعين ميلي جرام ترى هذا وقفها الدول فلاني عيد الفحوصات بعد أسبوع فهذه عيادة عيادة حقيقية لأن ما في شي طبعا يحل محل العيادة المريضيين وفحصها وحط سماعها علي ولكن هذا أفضل موجود لأن أنا أبي أحمل مريض أنا ما بالمريض يتعرض للخطر أنا ما بالمريض يتعرض للعدو ما بيطلع من البيت أنا بيقعد في بيته مع أنها طلعتها دكتور للضرورة القصوة للضرورة القصوة ومو للتمشي وأنتوا تقولوا لا تطلع نحن نقول للمريض اللي يريد أن يذهب طبيبة لا تذهب في البيت ونحن نواجه للاقة تسرحيب كبير جدا طبعا هي مساندة طبعا من الجميع هي فريق عمل هو ليس عمل شخص هو فريق يحتاج طاقم تمريض يرتب هالأمور أطبائلي معاي والذين هي أيضا القيادات التي تساعدك في القيادات وزارة الصحة تبارك هذا الأمر ومن رئيس المنطقة مدير منطقة الصحية مدير مدقة الحميد الصحية أيضا رئيس المركز دكتور طيب القلوف قاعدنا مع بعض وناقشنا وعملنا بروتوكولات وهذا الكلام كله ضمن بروتوكولات مكتوبة ومسجلين راجعناها ثلاث مرات وراح نعرضها للمراجعة بعد أسبوعين من العمل حتى نعرف أنها مجي بالخط الصحة نعم دكتور هذه المبادرة الأولى من نوعها في الكويت والتي أطلقتها طبعا وحدة القلب في مستشفى العدان ولكن دكتور ما هو الهدف والأهمية إطلاق هذه المبادرة سؤال ممتاز وقفنا العياد أسبوعين إيدنا على قلبنا خصوصا المرضى الحساسين مثل مرضى القلب عنا أتعامل مع حالات فشل قلب متقدمة جدا ناس مركبين مضخات آلية للقلب وناس عاملين زراعة قلب وفي عندي مرضى بالمحجر حاليا هذه كلها حالات تحتاج مراجعة طيب إذا ما راجعته أوكي ما سيصير المريد أن نتدور حالته هذا اللي ما يبتع المستشفى باشر بيطوارئ ويتنوم في المستشفى وأنا عرضت لخطر أكبر وتعقيد في حالته إذا ما سأسوي فالعملية هذه وصلنا بعد أسبوعين شفنا الأمر راح يمد قلنا خلينا نشتغل على البروتوكول إذا اضطرنا فلما من الأسبوع اللي فاتحنا بداينا والأسبوع ففي اثنين من المرضى في المحجر زراعة قلب كنا ومع بعض فعطيتم عيادة كاملة هم في المحجر في مرضى في البيت طبعا قمنا نتابعهم والهدف أنه ما أبي المريض لا هي المستشفى ولا أبي المريض تدور حالته في البيت وبعدين يضطر أنه تكون حالته معقدة وهذه الطبق ليس فقط على مرضى القلب مرضى السرطان مرضى الجاسد انفسي مرضى الكلام وإلى آخره نعم إذن من هم المستفيدين من هذه المبادرة دكتور هل هم فقط مرضى القلب أم أيضا أمراض أخرى بالنسبة لي أنا أتعامل مع فئة صغيرة أنا أتعامل مع عيادة متخصص أنا أغطي الكويت كلها من ويصيب للعبد يعني أغطي الكويت فأنا عندي مرضى ما بيهم يوني أم فيه مرضى بالجهر ما بيهم يوني لكن أنا أتخصص في مرضى فشل متقدم للقلب مثل في ناس قسم ثاني يريد تابع دكتور السكر يريد تابعون دكتور فالاحتمال هذه تأخذ هذه تجربة ناجحة وكلنا مستعدين إذا أخطأنا قاد نتعلم أن أخطأنا حتى نتقن هذه العملية ونرحب بأي دكتور عنده أي رغبة في إنشاء شغلة مثل هذه يريد يقتبس منها الأفكار بالأكس ونرحب جدا ونشجع ويمكن هذه في المستقبل بعد ما تعدي أزمة الكورونا اكتشفنا الآن في مرضى ما يقدر العيادة ريلة تحول عن كسغة ريلة مثلا قاعد في البيت أو ما عنده حديبة العيادة ما عنده حديبة الشيء المانع أننا ممكن نشوفه في البيت فيمكن هذا يفتح لنا باب خير حتى ما بعد كورونا استقبل صحيح دكتور خالدون يوم نظمتوا هذه المبادرة شنوش الصعوبات اللي واجهتكم خاصة أن أغلب مرضى القلب كبار في السن ويمكن عندهم التكنولوجيا شوية شيء صعب مبدأ تلميزة عادة فيها بلاتفورمز وفيها برامج متخصصة ومواقع وتنزل أبليكيشن علشان موضوع السيكوريتي وعلى أشياء هذه ما أعتقد أننا نملك هذه الرفاهية في الوقت الحالي أنا أحتاج أداة سهلة سريعة في متناول الجميع استعملت ببساطة الواتساب بيزنس أبليكيشن فيها المعلومات وفيها هذا وما في واحد تليفونه ما فيه جهاز إذن ما عنده ولده عنده نأخذ تليفون الولد على أنه تعرف على تليفون واحد فالفكرة أن المريض عارف أنه عندنا لستة لسبوع الياء يحطينهم فرزنا المرضى نبدأ من المريض اللي حالته شوي صعبة المريض الوايد مستقر نتركهم نشوفهم بعدين لكن جهزنا العيادة في ساعات معينة نتصل فيها قبل يوم ألو رح نتصل فيك باتشر خليك جاهز بيك كذا كذا أدويتك معاك خليك جاهز يوم العيادة الصبح ندق عليه ترى الحين بيديق علي السستة ترى بعد شو بيديق عليك الدكتور فقبل لا أرسل كلمة أرسل لي رسالة بأن مثل إقرار بالموافقة بأن هذه بديل عن العيادة وأنت موافق أنك تتم علاجك عن بعد موافق أو غير موافق فلما يرسل لي أني موافق أقوم بالاتصال منزين وبناء عليها تتم فما شفت ما واجهت صراحة مشكلة لأن أنا يعني عامل واي تحضيرات في الأول وقعدنا وناقشنا كل المشاكل اللي ممكن انواجهها فإلى الآن ما واجهت مشكلة حقيقية التعامل مع التقنية الواجهة كان بسيط جدا باستعمال برنامج سهل متناول اليد ومتناول الجميع يعني سعدنا والمرضى إيضا إحنا فرحنا نفسيا مرتاحي لما أرى المريضي وهذه اللي أعرفهم بالاسم ويألفون لما أرى الوجه زي المريضي أعرفني فيألف ويرتاح ونفسي توايد ارتاح حتى يتشكرون ويدعون وإحنا أيضا تطمننا الحمد لله فلان أمورة طيبة خلاص 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 في أوقات معينة للاتصال صح ممتاز إحنا بالنسبة لنا حتى لا يصير مثل ما قلنا فوضاء لأن هذا ببساطة ممكن الموضوع يفلت إذا ما تم بنظام إحنا اخترنا نعتقد أن هذه مناسبة اخترنا أن نصف النهار من الثمان ليل 11 يكون نتصل بالمرضى حسب جدول 9 إلى 10 مرضى كل مريض لحشر دقائق حتى نكون دقيقين بعد ما ننتهي من الساعة 11 أقول حق مرضى من 11 ليل واحدة لكم المايك كيف تتصلون فينا عندك أي سؤال دق علينا إذا تريدنا إذا عندك رسائل أو مسجات أرسل لنيها 14 ساعة نرد عليك ثاني يوم أي شيء تحتاج نحن خمس يام في الأسبوع للعيادة يوميا كل يوم عندنا عيادة وطول الأسبوع التليفون الأرضي والمرضى يعرفون التليفون الأرضي وموجود بالإعلانات أو الإيميل نداوم يوميا في ممرضات ستطلقون مكالمات حتى الجمعة والسبت في النهار إنما بقية اليوم يستعملون إما الواتساب أو الإيميل لأن الإيميل كلنا كاستاف مشتركين في بوكس واحد أي مريض يرسل إيميل كلنا رح نعرفها وبالإضافة إلى الأوقات التي حدت لها إذا كانوا يرون صوته صورة وإن يسولف وإن يشوفنا وإن يسمع مننا لها وقع أكبر وإن تفرق على الإذاعة مثلا لما تشوف الشخص تعبير وجهه مهم نعم دكتور هل في رسالة أو كلمة أخيرة أحب توجهها حق المشاهدين أو مرضاك من خلال مساء الخير يا كويت أول شي أشكر جميع من جعل هذا الشي واقع البلد تفاجئنا بمتفاجئنا والله هذه صراحة المتوقعة الحمد لله أن التكاتف الجميع وما تدري من تشكر ابتداء من حظرة صاحب السمو أمير بلاد ولي العهد القيادة السياسية وزارة الصحة وكيل الوزار الوزير وكيل الوزارة كل زمل من أصغيرهم لكبيرهم وبعدين التكاتف ما بين الإعلام والداخلية الدفاع المدني الإطفاء الجيش شيء رائع جدا جدا وهذا في النهاية هو عمل فريق حتى في العيادة هو فريق بيني وبين المريل قاعد نشتغل كفريق أقول للمرضى أن لكم حق علينا أن نتابعكم ولكم حق أيضا أنكم تكونون في أمان لأنكم لا تتعرضون للخطر نتأمل قاعد نقول للناس إذا هالمرضى اللي يحتاجون طبيب أيضا قاعد نقولهم قاعدوا في البيت فمن باب أولى من ليس له داعي للخروج أنه يرتزم البقاء في المنازل خصوصا في الفترة العصيمة اللي قاعد نمرفية حاليا بزيادة كبيرة في الحالات نحتاج نعمل كنترول حتى نسطح المنحنة ولا نكون مثل الدول الثانية اللي تعاني لأن لا تنسون أبينا ناس تعرف أن الكورونا لما ادخلت الأمراض الثانية ليس واكفة تنطر الأمراض موجودة ما زالت الموجودين والكلا والكبد وإلى أخرى موجودة الأمراض ما زالت والناس قاعد تتعب فإذا طفح النظام الصحي بأمرضى الكورونا سيحرم مثل ما حصل في الدول الثانية المرضى الآخرين من تلقي العلاج للأمراض الأخرى بلا شك كله شكر لك دكتور حدوان عساك على القوة أنت هو الفريق في هذه المبادرة الفريق معك شكرا شكرا جزيلا